أخواتي وأصحابي شابت 3 سنة و أخباركو عاملين إيه؟ وحشين جداً سنة طويلة عدت بحلوها وبمرها وخلاص هي نهاية الرحلة هضل لك إيه؟ تكة وعدى الاسترس عدى التوتر وعدة السنة دي وكل حاجة فيها أتمنى تكونوا حالته حلو في المواد اللي فاتت وإن شاء الله هتحلوا حلو في المواد اللي جاية ومنهم الإنجوش إن شاء الله تجيبوا الإنجوش في شوية التعب اللي إنت تعبته والصهر اللي إنت سهرته ده مش هيروح هضر كل اللي إحنا عملناه وتعبنا فيه هيجي بنفعه خلاص عانت فترة قليلة هتعبدي بسرعة إن شاء الله وهتحقق كل الأحلام بتعبك كل واحد حابب كلية معينة حابب زكور معين يجيبه ربنا يكرمه إن شاء الله وتحقق كل اللي إنت بتتمنىه بعد إن شاء الله هتكلم معاكو شوية على فكرة إزاي نراجع ونتعامل مع الإمتحانات فكرة التعامل مع الإمتحانات عامة الأسئلة اللي فيها أمسكيو أو الأسئلة الإختيارية عامة إنما تيجي تحل الأسئلة دي لازم يكون عندك أنتسيبايشن أو إكسبيكتيشن لازم يكون عندك توقع إيه الإجابة المزبوطة أو إيه الحاجة اللي أنا مستنيها من بعد ما أقرأ السؤال فيه ناس ممكن تيجي تحل وتمسك السؤال بعد ما تقرأه وتروفع كده تدور على الإختيارات بعد تقارن ما بينه أنا مش عايزكم تعمله كده أنا عايزكم تقرروا عادي السؤال ويكون فيه بعض التوقعات أنا مستني إيه من السؤال ده إيه الحاجة المنطقية اللي ممكن تبقى إجابة للسؤال ده ده هيساعدك إنك تعمل برضو إن أنا قادر أستبعد الإجابات اللي ممكن ما تكونش مزبوطة وأختار الإجابة المزبوطة عشان كده الإمتحانات بتاعت الإمسكيو أو الإختيار بمعنى أصح دي بتبقى من أصعب الأسئلة لأن ممكن تقارن بين الإختيارات وتقارن تقنع نفسك بإجابات تانية لو أنت اخترت إجابة معينة ما تقعدش ترجع وتقول آه لما ممكن أغير طب ما ممكن تبقى حاجة تانية طب ما ممكن دي ممكن أصلا تخليك تختار إجابة تانية هتطير الإجابة اللي ممكن تبقى صح إجابتك الأولى لو أنت شككت فيها استحالة ترجع تختارها تانية لكن أنا أقرأ كويس بعد ما أرى السؤال أنا متوقع إجابة معينة اختار الإجابة اللي أنا كنت متوقعها فالو يور انتوشن يعني امشي وراء البديهة بتاعتك أول انتباع بيكون عندك بعد ما تقرأ كويس مش أي حاجة خلاص بيكون مزبوط استبعت على قد ما تقدر ما فيش مشاكل وفي الآخر أوصل للإجابة المزبوطة طبقا بالسؤال لما تيجي تراجع بعد كده بعد ما تخلص الامتحان إن شاء الله الامتحان يطلع سهل والأفكار بتاعتك تكون في المتناول مش عايزك تفكر من جديد في السؤال لا أنا هقرأ السؤال تاني واشوف إيه الإجابة المنطقية اللي أنا اخترتها لكن ما تعدش تفكر بطريقة جديدة وتقول طب ما ممكن تبقى إجابة تاني زي ما دفعت معاكم شوية در كلمة طب ما ممكن دي هتدمر الدنيا أخديك دايما بتركز إنك تقرأ السؤال وتحاول أو متوقع إجابة معينة للسؤال دي الطريقة اللي ممكن تتعامل بيها مع سئلة الاختياري وتتمنلك درجة نهائية إن شاء الله في الامتحان حاجة تاني برضو إحنا إن شاء الله هنحل مع بعض الأسئلة بتاعت كل امتحانات لونج مان اللي نزلت نزلت الإجابات بتاعتها والشرح بتاعها مفصل في الفيديوز عايزكم تتابعوا الحاجات دي كويس قوي علشان الحاجات دي هتبقى لما المنهج هي عاملة تاست على كل يونت ففي الآخر إنت هتكون لميت كل الوحدات بشكل مفصل من خلال الإكسرسايز كل تاست موجودة على يونت كل وحدة موجودة لها الامتحان بتاعها فأنت حليت الامتحان ده ورجعته معايا وحللته وطلعت الأفكار بتاعته فكده أصبحت الونت دي في المتناول وأصبحت في إيدك وانت لهم من الأفكار اللي فيها أو على قال أهم الأفكار اللي موجودة في الوحدة فلما تصل لونت 12 كل لميت المنهج كله من خلال الإكسرسايز حاجة تانية برضو اللي احنا اشتغلنا عليها فكرة Great Expectations أنا عارف قصة بتاعتنا الناس ألأنا منها هتعامل الزام على أسئلة بتاعتها دي أسئلة Critical Thinking أسئلة التفكير نجدي هل أعرف حل هل محتاجة بقى حافظ كل حاجة طب هل في حاجة ممكن تقدر تلخص لي القصة أنا ألخصها دك ألخص القصة بالعربي وأحكي لكم القصة كده أحكي لك كل الأفكار اللي موجودة فيها عشان تعرف تتعامل مع الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان Critical Thinking Questions تقدر تتعامل معها والإجابات vary يعني بتتنوع ممكن إجابتك تبقى مختلف عن إجابة غيرك والإجابتين صح 100% الأسئ اللي هو سؤال المقال السؤال ده من الأسئلة اللي تبقى بسيطة لو أنت كتبت بشكل مختصر وبشكل بسيط ما تصعبهاش على نفسك مش لازم أنقل جملة تبقى طويلة عشان ما غلطش خلي الإجابات بتاعتك والجملة بتاعتك As short as possible يعني تبقى مختصر على قد ما تقدر بحيث أن أنا أخذ الدرجة اللي أنا محتاجها من السؤال وخلاص جده نركز السؤال ده على جامعة تابع النسبة للإجابة هي كلم برضو معاك على Translation Questions إذا أتعامل مع سؤال الترجمة سؤال الترجمة سؤال بسيط يعني الترجمة بتاعتك الكلمات دي مش محتاج أن أنا أعد أفكر وأشوف الكلمة دي معناها إيه وأعد أدوت وإحنا ممكن نعمل إيه نشوف الإختلافات بين الإختيارات سؤال Translation وشوف إيه اللي ممكن متطابق مع الترجمة المناسبة وإحنا اتدربنا عليها كتير طبعا وكل الكلام ده موجود في فيديوز وإن شاء الله هتساعدكو كتير جدا فبقى مستر عملت كل الكلام ده خلصت معاك Long Man وخلصت معاك Summary أو التقريص بتاع Great Expectations بتاع القصف هنعمل إيه تاني؟ أنا هحل معاك الأسئلة بتاعة إمتحانات السيني اللي فات إمتحانات السيني اللي فات طبعا إمتحانات مهمة جدا وتبقى Guidelines يعني هي دي الحاجات اللي أنا همشي على أساسها فدي هتساعدنا كويس جدا نمنح لها ونطلع الأفكار اللي فيها إزاي نتعامل مع مع قطعة الفهم اللي ممكن ناس كتير تبقى خايفة منها لأن القطعة الفهم الفكرة بتاعيتها إن أنا هتعامل معاها مش إن أنا أبقى فاهمها كلها وده اللي إحنا عايزين نوصله إزاي أخد اللي أنا عايزه من القطعة بدون ما أفاهم كل التفاصيل والكلمات الصعبة اللي موجودة فيها ودلوقتي أحسركوا بقى محل إمتحانات السيني اللي فاتت أحلها معاكو جاهزين؟ يلا بينا أبطار